بسم الله الرحمن الرحيم فخامة رئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية السيدات والسادة الحضور الكريم شرفني أن أشارك بهذه الجزءة لحكاية وطن وطن عزيز وطن تشرفت بأن مثلته في الخارج وفي الداخل على مدى ما يزيد عن 40 سنة لخدمة شعب عظيم نكن له كل التقدير وأنتاز أيضا الفرصة لتوجه لأخواتنا المسلحة الباسلة التهنئة باليوبيل الزهبي لانتصارات أكتوبر ولكل من أفنى وضحى من أجل هذا الوطن العزيز وإذا ما استعرضنا السياسة الخارجية في زل الجمهورية الجديدة منذ عام 2014 لابد أن نتذكر أن السياسة الخارجية في المقام الأول هي لخدمة المواطن المصري الفرد وتحقيق تموحاته وتحقيق الازدهار لهم ولما كانت السياسة الخارجية مرئية للأوضاع الداخلية فلا يبد أن نتذكر ما كانت عليه الدولة قبيل 2014 فكانت تعاني من صعاب متصلة بأوضاع داخلية تتسم بعدم الاستقرار وتحديات اقتصادية تراجع في الدور الإقليمي لها والدولي تعاني من هجمات شرسة من الإرهاب وأدى التطورات إلى تعليق عدويتها في الاتحاد الأفريقي مؤسسة التي كان لمصر دور رئيسي في تأسيسها بالإضافة إلى عدم الرضا الشعبي إذن ما يستشعره من انتقاص من كرامة الدولة وتراجع مكانتها وكان لذلك من الأهمية أن تصيغ الدولة لسياسة خارجية تتسق مع رؤية القائد الرئيس عبدالفاتح السيسي وتحدد هذه الخصائص في التوازن والتنوع في العلاقات وتجنيب الاستقطاب دعم الاستقرار الإقليمي والدولي مركزية الدور للمواطن في السياسة الخارجية والاهتمام بالبعد الاقتصادي والتنموي وسياسة استباقية تتعامل مع التحديات البازغة وسياسات ذات أدوات حثيثة تواكب متطلبات العصر ولكن لم تكن هذه هي العناصر الوحيدة وإنما كان من الضروري لمواجهة التحديات المرتبطة بالأوضاع السابقة لـ 2014 تكون هناك رؤية عزيمة وإرادة ولكن بالإضافة إلى ذلك خاصية استأثرتني على المستوى الشخصي في إصرار السيد الرئيس بأن ترتكز السياسة الخارجية المصرية على مبادئ إنسانية وإخلاقية مستمدة من تراس هذا الوطن الحضاري والديني مبادئ للتعاون لتحقيق الاستقرار ليس فقط لمصر ولكن لمحيطها الإقليمي والدولي عدم التآمر بل العمل على الخير وأيضا عدم زعزاعة استقرار الآخرين بأجل تحقيق مصالح آنية وذاتية هو توجه في الحقيقة يدعو للفخر لهذه المبدأ النبيل وأتقدم لسيادته بكل الاحترام على ما يلمسه الجميع في الداخل وفي الخارج من توجه صادق وأمين وموضوعي على هذه المبادئ النبيلة لتحقيق هذا التوازن والتنوع كان من الضروري أن نستعيد ثقة شركائنا الدوليين اللي اهتزت في عقاب أحداث 2011 ومتلاها والتي أشعرت بأن مصر قد فقدت قدرتها على أن تكون شريكي يعتد ويعتمد عليه لتحقيق طموحات شعبه الداخلي وأيضاً أن يلعب دور مؤثر في المنظومة الدولية بصفة عامة وفي إطار العلاقات الثنائية بصفة خاصة ومن هنا جاء تكثيف التواصل على المستوى الثنائي في دوائر الاهتبام المصري سواء كانت الدول العربية الشقيقة الدول الأفراقية الشقيقة دول العالم الإسلامي الدائرة المتوسطية دائرة العالم النامي اللي طالما كانت مصر في ريادة المدفعين عن مصالحي اشتركوا في القناة